ولعل أهم هذه الإضافات اللي كان بينتظرها النادي الأهلي هو محمد علي بن رمضان ده أمر مفروغ منه وللأمان يا جماعة عشان نتكلم بمنتهى الوضوح عشان ممكن تلاقي في ناس كده ساعدت تقول لك أهم عادي يعني محمد علي بن رمضان أهل عيب كويس وكل حاجة يعني مش اللي حيأثر أوي لو ما جاش النادي الأهلي الأهلي ما بيقفش على أي حد ولا أي نادي كبير بيقف على أي لعيب لكن عشان نكون واضحين مع بعض لا محمد علي بن رمضان كواليتي مختلف تماما النهاردة بالنسبة كان بلعب مع منتخب تونس في تصفيات الأمم الأفريقية عمل هدف وجاب هدف التاني هدف الفوز على جنبي لعيب كواليتي عالي مش موجود عندك في الدوري المصري مش موجود عندك فعشان كده جمهور النادي الأهلي كان منتظر هذه الصفقة بفارغ الصبر طيب عشان أكون واقعة أنا نفسي أنا عن نفسي عن نفسي نفسي أقول خبر سعيد بالنسبة لجمهور الأهلي نفسي أقول خبر سعيد بالنسبة لجمهور الزمالك أكبر جمهورين في مصر وأي جمهور لأي نادي أكيد نفسينا دايما أخبار مفرحة بالنسبة لجمهور بس في نفس الوقت لازم أكون واقعية مع حضراتكم طب أنا ممكن أطلع أقول له حضراتكم إيه الأهلي خلص محمد علي بن رمضان بس مش هيخلص محمد علي بن رمضان على مدار الفترة اللي فاتت دي كلها حتى خلال الأجازة الواحد كان بيتابع برضو بعض الأخبار بعض الفيديوهات الناس تتكلم تقول لك إيه لسه النادي الأهلي بيتفاوض مع محمد علي بن رمضان لسه النادي الأهلي فيه أمل أنه يجيب محمد علي بن رمضان لا اسمع مني أنا بقول لك هو محمد علي بن رمضان الأهلي لسه من فؤاضات شغالة ونقص بس حتة القست والأهلي قصت وكلام من ده والنادي المجر يوافق لا يا جماعة لازم نتكلم بواقعية لازم نتكلم بواقعية فترة الانتقالات الحالية تبقى للمعلومة اللي عندنا واللي انفرضنا بيها في فترة الأجازة بتاعتنا يوم 31 أغسطس اللي هو السبت مش مبارح اللي قابليه وقلنا لحضراتكم إن تم اختار النادي الأهلي بشكل رسمي من النادي المجري إن حيتم تأجيل البت في مسألة رحيل اللاعب لفترة الانتقالات أخرى طبعا اتهاجمنا كتير على المستوى الشخصي يعني اتهاجمت وتشتمت وناس زعلت قوي رغم إن الواحد بيقول معلومة مؤكدة أو متأكد منها أتمنى أنا عن نفسي أتمنى أن أطلع غلطان في المعلومة دي لكن هذه الحقيقة آخر يوم حصل في تواصل بين النادي المجري والنادي الأهلي أو النادي الأهلي والنادي المجري كان يوم 31 أغسطس اللي فات تم إبلاغ النادي الأهلي إن يا جماعة إحنا خلاص وقفنا تفاوضات وممكن بعد كده في فترة انتقالات أخرى نبقى نتكلم في محمد علي من رمضان من ساعتها من اليوم ده الأهلي قفل الملف مرجعش لمحمد علي من رمضان ولا ينفع يرجع هتقول لي يعني إيه ما ينفعش يرجع هقول لك الأهلي جالوا اختار رسمي من النادي المجري بيقولهم يا أخي أحنا ما قفلنا مفضل ممكن بقى فترة انتقالات تانية نتكلم فيها هل النادي الأهلي بكونت وقدروا حيروح يقولهم لو النبي يا جماعة تعالوا نتفاوض تانية حتقول لي طب ما هو الأهلي مخلصش ليه لأ دي حاجة يسأل فيها مسؤولين النادي الأهلي يعني مخلصش ليه أسنان المفاوضات دي حاجة تخص النادي الأهلي بقى حاجة تخص المسؤولين في النادي الأهلي بعض الكواليس المهمة اللي ليه علاقة بالمبلغ وليه علاقة بالأمور التفاوضية ما بين أي ناديين كنا بتكلم بالتحديد بعد ما الملف تقفل فالأهلي مش هيرجع يكلم محمد علي من رمضان في الفترة دي مش هيرجع يكلم محمد علي من رمضان هيرجع إمتى لو الأهلي عايز يرجع في الصفقة يرجع في شهر يناير طب إيه الحالة الوحيدة اللي ممكن محمد علي من رمضان يجي فيها النادي أهلي دلوقتي قبل يوم 12 سبتمبر الشهر الحالي والكل طبعا عارف التاريخ ده وحفظه كويس من جمهور الأهلي من جمهور الزمالك عشان ده آخر معاد تقدر تأيد فيه اللعبة بتاعتك اللي عايز تلعبهم في الصبر الأفريقي مش القائمة الأفريقي القائمة الأفريقي لنهاية الشهر اللي تلعب في دور المجموعات من دور عطال أفريقيا والكونفيدرالي الحالة الوحيدة اللي ممكن الصفقة تخليها ترجع وتخش النادي الأهلي ويخلص النادي الأهلي إن النادي المجري هو اللي يكلم الأهلي يقول له ما جماعنا احنا غيرنا رأينا بقينا منفتحين دلوقتي لبيع اللعب فيبتدي النادي الأهلي يتكلم تاني غير كده عشان حضرتك تاخد معلومة صحيحة غير كده كامل احترامي وتقديري للجميع أي حد يوهم حضرتك بأن هناك تفاوض حالي بين الأهلي والنادي المجري بخصوص التعاكم مع محمد علي بن رمضان ده كلام غير حقيقي بالمرة غير حقيقي بالمرة تمام؟ فده بخصوص الراجل اللعيب الجامد او محمد علي بن رمضان